بسم الله الرحمن الرحيم وأو صلي وأو سلم أي بكريم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله يجتلك الوصفة بسم الله ما شاء الله وصفة الأرز بالشعرية أو بالدويدة أو بالمثال يعني وصفة ولا أروح صدقوني وصفة وجبة كاملة بسم الله ما شاء الله بالأرز وكأنه بسمتي هذه الوصفة أنا معتمدها في بيتي لأبنائي لأنهم أبنائي يعني يتعلموا في الرياضة أرفع أتقال ويحبوا دائما الأرز هذا بالدويدة أو الشعرية وجيها ما شاء الله كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير ورشف وضعنا كيف التحضير المقادير روح نشوفه يا الله روح نشوفه يا الله روحوا إذن نحب أي هنا عندي في مقلات عندي قطرات من الزيت نباتي هنحط هنا زوج كؤوس شعرية أو الدويدة أو برميسان فهموها كما تحبوا يعني احنا نقوله دويدة بالفرنسية برميسال وكان يقوله الشعرية حطيزوا الكيسان نبدأ أن نقلهم أو نحمصهم في الزيت هذا حتى يخذوا هذا كل لون الذهبي ما شاء الله ومعد نحط الأرز تعيي نبقى نحرك أكثر نحرك 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 حتى يعني يبدأ يحمره ونبقى نحركه باستمراء لأنه كنا نغفلوا لهم راح يتحرقه ودويدة هذه أو الشعرية هذه من النوع المتوسط ماهيش عركيكه بزاف وماهيش خشينه بزاف من النوع المتوسط شوفوا هنا بدأت تخذ ذلك الحميرار حكذا بدأت تصفار حتى تخذ حميرار كامل يحماره كامل ضمن الحبات دويدة حكذا نبدأ نحمص فيهم ونقلب 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 حتى نتحصت على هذا اللون شوفوا هذا اللون الأحمر يعطينا يعني الديكور ما شاء الله ما الأرز ويجي ضوقه ولا أروح يجي محمص بالنتيعه يجي رائعة رائعة جدا جدا هنا بعد حمارتلي يعني حكذا نضيف كاس اللول تعالي روز ويكون مغسول أنا حنضيف 3 كسان أرز كسان شعرية و3 كسان أرز الكاس اللي تكيلوا به الأول تكملوا به نحط الكاس الأول ونحرك ونضيف الكاس الثاني هكذا ونضيف بعد ذلك الماء ونضيف الكاس الثالث أنا هنا سنضيف كونتيتي كبيرة ونقوم بإنه ونقوم بالراسة اوه هكذا يجعل كثيرا ونقوم بإنه العائلة كاملة لعيد والرياضيين ونقوم بإنه اللعبة ونقوم بإنه وعشاء نضيف الكاس اللول كما يكون ساغن ويكون ساغن ويكون ساغن أحسن بارد إلا يكون على الأول ولكن اذا اضطيته سخون يكون الهليه تسرع في تيطيعه اضطرت 3 كسام ونحرك هنا ونضيف الكاس الثالث على الارز نحرك هكذا وهذا الكاس الثالث انا قلت سنعمل كمية كبيرة انتم تقدروا تقسموا النقاط فقط وتحصلوا على نتيجة ما شاء الله نتيجة ولا ارواح ونضيف الماء مرة اخرى لان الارز كما تعرفوا يشرب انا استعملت قطعة جومبو نضيف الكاس الثالث وعلى بالكما تقولوا الجومبو مليح انتم الذين لا يحبون اضطر الجومبو يتخلى عنه نضيف هنا في الفرسود نضيف الكوركم ونبدأ ان نحرك الارز نضيف الماء انا اضطيت ثلاثة كسان ونضيف له كل 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 تسعة كسان ماء تسعة كؤوس ماء اعتقدوا اضيفوا الماء وضوقوا الارز اذا كان طعب اضيف الكاس الرابع الكاس الخامس ونحرك كل ما ينشف شوية نضيف له الماء حتى ان تحصل الارز يكون حبة حبة ويكون الطريق يتكل بكل سهولة في المثال هذا الارز هنا اسمه الديوان الارز طويل يعني الديوان عنده حبوه ما شاء الله خاصة الارز هذا وتقول عليه بسمتي يعني خرمن بسمتي شوفوا طيب حبة بحبة هنا سنضوق الارز نشوفوا اذا كان طاب او نقص ملح نضيفه الملح حضرت الجومبو ملح وضفت الملح هنا دائما نضوقه وضيفه الملح حسب الرغبة ونبقى ونحركه هكذا سنضيفه الماء مرة اخرى كاس الساداء 8 كسان انا هنا اضفت كل شكل 9 كسان يعني باش ما تعرفوا الكمية المطلوبة انتم قادرين نزيده اكثر او اقل لانكم حطيبه كمية قليلة ونبدأ نحرك هنا حتى يطيب الارستيعي كامل ويستويه نضيف له شوية ثوم بودرة ليس معنش ثوم بودرة يقدر يدير ثوم فص ثوم هذاك زوس فصوص او فص واحد حسب الضغط هكما تضيفه هنا هنضيف له بعد ما يطيب شوية هنضيف له ملحفة كبيرة تاع مارغارين او زبدة هكذا ونحرك جيدا ندخل هذه الضبدة كاملة في الارستيعي ونضيفه على جانب نذهب ونضيفه نطيبه الاسكالوب او صدر دجاج لتعطينا ضوغ كذلك ما شاء الله ويزيدنا البنة في الارز هذا يعني الاسكالوب نضيفه في الارز جينا ولا اروع نجيبه هنا مقلات او برما نضيفه كمية زيت نباتي اه نصف ملعقة كبيرة او على الارز نغرف ملعقة زبدة ندوبها مليح ونضيفه ونضيفه صدر دجاج كبير قصيته ديمورسو الصغير نضيفه كامل ونبدأ نحمر هنا نقليه مليح مليح ونضيفه الملح ونضيفه التوابل ونضيفه الثوم يعني كما ستشوفه هنا في الفيديو نبدأ نحرك جيدا نخليه الطيب في الزيت وفيما هو بعد هكذا النار سنضيفه كمية من الملح ودائما نقول لكم الملح حسب الضوق كمية الثوم بودرة وليما عندوش كذلك يعمل فستوم ونبقى نحرك هكذا بسبب ثم سيطيب في ماه ونضيفه كذلك كوركم هنا الوصفة تعتمد على كوركم تعطيناك اللون الأصفر ما شاء الله ما شاء الله حتى الضوق والكوركم دائما نعرفه كوركم لو صحي ونبدأ نحرك جيدا هذا الوصفة لذوقها تعجبه في البيت حتى الضيوف لذوقها تعجبه ما شاء الله ما شاء الله نغطي عليها هكذا ونذهب هنا عندي نصف كاس ماء أو كاس إذا ربع ماء نضيفه ملعقة صغيرة فارينة أو ملعقة ونصف أنا ضفت نصف ملعقة أخرى ونحرك جيدا ندوب الفارينة في الماء بارد هكذا أنا عملت ملعقة صغيرة ونصف ونصبه هنا في الدجاج ونخليه يعني يغلي حتى يعني يختار ونجيبه الأرستيانة نعمله في قالد نضيفه هكذا في طبق ونبدأ نضيفه الدجاج بعد ذلك لصوص بلانش تجينا صدقوني صدقوني ولا أروع واحد الضوق والله العظيم يعني يعني إذا لم يتم تحلف ولكن ضوق ما شاء الله تجربوها فقط في وصفة هذه وبإذن الله احتجبكم ورح تعتمدوها لأبناكم وحتى يعني لوجباتكم تكون وجبة كاملة بسم الله ما شاء الله وعملت لهم بيضات سلقت لهم بيضات عملت الميضات في الوسط جاءت ولا أروع ولا أروع تقدوا تستغنوا على البيض انتم أنا أولادي فقط يعني يحبوا البيض لأنهم جم الرياضة إزمنهم هذا للطبق وإزمنهم البيض إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وطبقوها بيد الله مبقايا نقولكم بارك الله فيكم مع المشاهدة ورب يحفظكم ويتبتكم ويجزيكم بكل خير نتصاقوا في فرصة قادمة وفي وصفة قادمة إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء ولا تنسونا من ذلك الإعجاب الإعجاب اللي كانت تبخلوا فيه يعني يعني العجاب رو باطل صدقوني إعجاب باطل تقدروا تحطوا الإعجاب أدوكم وتخرجوا ورب يجزيكم كل خير إن شاء الله ورب يعطيكم أتمنوا وسلام الحار لكم جميعا أيها الطيبين الطيبات رب يحفظكم ورب يجزيكم كل خير على الكلمة الطيبة ورب يوفقكم في أعمالكم ورب يعطيكم أتمنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجاب موسيقى 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 موسيقى